السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد في فيديو سابق شفنا قائمة الجامعات التي سوف تعتمد التخفيضات ابتداء من سبتمبر 2023 اليوم راح نشوف قائمة المعاهد الحكومية والغير حكومية المعتمدة التي سوف تعتمد أيضا التخفيضات في تكاليف الدراسة ابتداء من سبتمبر 2023 إذن نبدأ على بركة الله وهنا ركزوا على نقطة مهمة ومهمة جدا يعني كما ركم تشوفوا وش معناه هذا الشي معناه أنك لازم تزرب تسجل يعني إذا عينك تقرأ في سبتمبر 2023 لازم تزرب تسجل بأسرع وقت ممكن لأنه الأماكن المحدودة وكما تعرفوا تخفيضات هذه راح تدفع عدد كبير وكبير جدا من الناس باش تبعث أن تصي دادميسيون ويكون ضغط كبير على هذه المعاهد إذن لازم تسجل يعني من الآن إذا كنت حاب تقرأ بطبيعة الحال في سبتمبر 2023 تبدا سجل من ضكا باش يكون عندك يعني تحجز المقعد التاعك إذن فيما يخص التخصصات يعني التخصصات يعني معينة باش يجميع التخصصات إذن لازم يكون تخصص في التكنولوجيا للإنفرماتيون الجيني لسانتي لسيرويس سوشيو لإدوكاسيون لسيرويس دو جارد إدوكاتيف إذن هذه التخصصات الخمسة لازم تقرأ في تخصص واحد منهم باش يكون عندك الحق في هذه التخفيضات ولازم تسجل في أسرع وقت ممكن قبل لا يخلصوا الأماكن بطبيعة الحال إذن هنا راح نشوفوك مباشرة القائمة إذن راح نشوفوك لكوليج بيبليك يعني المعهد الحكومية إذن القائمة طويلة وطويلة جدا يعني كين حوالي 30 معهد يعني عمومي لراح يعتمد هذه التخفيضات راح نشوفوك في المعهد لليستهدي كين الزف كين كوليج دالما كين بيكو بيكو وإكستترا شيكو تيمي دوري مانفيل إذن هنا القائمة هذه راح نخليها لكم في صندوق الوصف باش نسهل لكم عملية البحث على هذه المعهد وباش تسجلوا فيها يعني في أسرع وقت إذن هنا كما راح نشوفو القائمة طويلة يعني عندكم 30 معهد حكومي وبعدين كين للي كوليج بخيفي سبفنسيوني معتمدين هما بريفين معتمدين من طرف الدولة كين 7 معهد إذن في المجموعة كين 37 معهد راح يعتمد هذه التخفيضات إذن واش نصحكم أنكم تسجلوا في أسرع وقت ممكن إذا كنتم حابين تقرأوا لدورة سبتمبر 2023 إذن إذا كان عندكم أسئلات تقدروا تحطوها في السكسون كومنتير بالتوفيق لجميع وإلى الملتقى إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر